حياتي بعد الثانوية يعتبر قرار ما بعد الثانوية من أهم القرارات التي تؤثر على مسار حياة الفرد هو بمثابة حجر الأساس لمستقبل مهني ناجح وحياة شخصية مستقرة استكشاف خيارات التعليم العالي يفتح أبواباً متعددة للطلاب الجامعات والكليات توفر برامج متنوعة تتيح للطلاب اختيار التخصصات التي تتماشى مع اهتماماتهم وطموحاتهم المهنية التخصصات الأكثر طلباً في السوق تشمل مجالات التكنولوجيا، الصحة والهندسة اختيار تخصص يتماشى مع متطلبات السوق يزيد من فرص الحصول على وظيفة مرموقة ومجزية الجامعات الحكومية والخاصة تختلف من حيث التكلفة، الموارد، والفرص المتاحة الجامعات الحكومية عادة ما تكون أقل تكلفة فيما توفر الخاصة بيئة تعليمية أكثر تخصصاً واهتماماً فردياً دراسة في الخارج توفر تجربة تعليمية وثقافية فريدة من مزاياها توسيع الأفق واكتساب مهارات جديدة بينما تشمل تحدياتها التكيف مع بيئة جديدة والابتعاد عن الأهل والأصدقاء البرامج المهنية والتقنية بعد الثانوية توفر فرصاً تدريبية مكثفة ومهارات عملية تؤهل الشباب لدخول سوق العمل بسرعة مما يزيد من فرص توظيفهم ويقلل الفجوة بين التعليم والوظيفة العمل مباشرةً بعد التخرج يمكن أن يوفر دخلاً فورياً وخبرة عملية ولكنه قد يؤخر استكمال التعليم العالي يجب على الشباب تقييم أهدافهم طويلة الأمد قبل اتخاذ هذا القرار التدريب المهني والشهادات المهنية يمنح الأفراد فرصة اكتساب مهارات متخصصة معترف بها في سوق العمل مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف برواتباً جيدة وفرص نمو وظيفي ريادة الأعمال تتيح للشباب فرصة بدء مشاريعهم الخاصة وتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية تتطلب شجاعة وإبداعاً ولكنها قد تكون مجزية من حيث الاستقلال المالي والنمو الشخصي التطوع والعمل الخيري يساعدان في بناء المهارات الشخصية والمهنية مثل القيادة والتواصل ويوفران فرصاً لتوسيع الشبكات الاجتماعية والمهنية التي قد تكون مفيدة في المستقبل السفر يوفر فرصاً لاكتساب تجارب عالمية فريدة مما يعزز الفهم الثقافي ويطور الشخصية يمكن أن يفتح أبواباً جديدة ويجعل الأفراد أكثر استعداداً للتحديات المهنية والحياتية تعلم لغات جديدة يمكن الفرد من التواصل مع ثقافات مختلفة مما يعزز فرص العمل والتفاعل الدولي يعتبر استثماراً مهنياً وشخصياً قيماً خاصة في سوق العمل العالمي المتزايد التدريب الداخلي يعتبر جسراً حيوياً بين التعليم والعمل حيث يتيح للطلاب تطبيق ما تعلموه عملياً يسهم في بناء شبكة علاقات مهنية وتطوير المهارات بشكل عملي وواقعي اختيار المسار المهني المناسب يتطلب فهم اهتماماتك ومهاراتك يمكن أن يساعد في تحقيق رضاً وظيفي أكبر ونجاح مستدام من الضروري تقييم الذات واستشارة الخبراء لاتخاذ قرار مدروس استشارات التوجيه المهني توفر نظرة متخصصة حول الخيارات المتاحة تسهم في تحديد المسارات المهنية الأنسب بناء على القدرات والطموحات يعتبر الاستثمار في هذه الاستشارات خطوة نحو مستقبل مهني ناجح بناء شبكة علاقات مهنية مبكراً يتيح لك فرصاً متعددة للتعلم والتطور كما يساعدك في الوصول إلى فرص عمل متميزة العلاقات القوية تعزز من فرصك في سوق العمل كتابة سيرة ذاتية قوية هي المفتاح لجذب انتباه أصحاب العمل يجب أن تكون السيرة الذاتية واضحة، موجزة، وتبرز مهاراتك وإنجازاتك بشكل فعال استخدم لغة مهنية ونماذج معترف بها الاستعداد للمقابلات الوظيفية يتطلب تدريباً على الأسئلة الشائعة والمواقف المحتملة كن على دراية بالشركة التي تتقدم لها وحاول أن تظهر ثقتك بنفسك واحترافك في التعامل التخطيط المالي للمستقبل يساعدك على تحقيق أهدافك المهنية والشخصية بادر بوضع ميزانية وتعلم كيفية إدخار الأموال واستثمارها بذكاء هذا سيوفر لك الاستقرار المالي على المدى البعيد اتخاذ قرار مدروس لمستقبل مشرق يتطلب تقييم جميع الخيارات المتاحة أمامك بعناية استشر المختصين وأطلب نصائحهم وكن جريئاً في اتخاذ القرار الذي يناسب طموحاتك وأهدافك الشخصية والمهنية ترجمة نانسي قنقر